أكد النائب بالمجلس الوطني لجمهورية النمسا السيد هارول تروخ أن مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي تقدمت به المملكة يعد السبيل الأصلحة لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ويأتي هذا التأكيد في سياق مباحثات أجرها السيد تروخ ورئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العالمي بالرباط مخاطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار السيادة المغربية من شأنه أن يكون السبيل الأنجع لإيجاد حل جيد لقضية الصحراء وأنا أيضا أدعم الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق التنمية وسلام بالمنطقة هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة لتبادل رؤى وأفكار بناء ومناقشة العلاقات بين المغرب وأوروبا وكذا العلاقات الثنائية بين البلدين